حدث هذا الأهم طبعا بداية طبعا المباراة يعني برغم المكسب الكويس قوي اللي كان في المغرب إنما المباراة صعبة كل مباراة لها ظروفها ما فيش حاجة يسمعها مباراة أولانية ومباراة تانية هو لقاء كامل من شوطين الشوط الأولاني في المغرب والشوط التاني في القاهرة النتيجة كويسة قوي بالنسبة للنادي الأهلي بس فيها جانب سلبي اللي هو ممكن يدي أريحية لبعض اللعيبة إننا عملنا نتيجة كويسة مع الوداد في المغرب يعني نزلين بقى الملعب مرتحين أو أو بعض اللعيبة اللي هما ممكن يكونوا الخبرات قليلة شوية إنه ما أعتقدش يكون الإحساس ده مع اللعيبة الكبار اللي خاده تجاره كتيرة والكورة كمان علمتنا إنه ما فيش مستحيل يعني ساعات النتائج بتغدع بعض الفرق إنما وشفنا كثير وشفنا كثير ويعني فطبعا أكيد الجهاز الفني واللعيبة الكبار لهم دور كبير قوي في الاستعداد النفسي للمباراة اللي جاية بينسوا تماما المباراة الأولانية بفكروا في المباراة التانية اللي هي على أرضنا إن النتيجة صفر صفر إحنا بدقين المقابلة دي يعني لسه أول مرة أنا سامع كمان إنه ممكن يبقى فيه جمهور يحضر وده حيزود الحافز قوي عند طبعا لعبة النادي الأهلي يعني جمهور النادي الأهلي له تأثير كبير قوي طبعا علينا كلنا شعال حماس اللعيبة طبعا وجود اللعيبة بدي دفء كمان وجود الجمهور بدي دفء للعيبة طبعا فيعني دي برضو من الحاجات ومن الأسباب اللي ممكن إن شاء الله بإذن الله تزود حماس اللعيبة